كابتن سروة تحرك رياضة رفع أسقال ودي بتبني عضلات ودايماً يمكن الشباب كلهم بيكونوا عايزين الرياضة دي بذلك تبني عضلات أسرع مميزاتها إيه؟ ولازم تتبني عضلات وأنا بأخذ مكملات أو الشاب يأخذ مكملات ولا تتبني العضلات من غير مكملات أو يعني الموضوع كله عامل زي أنا هقول لحضرتك هو أنا الأول نعرف يعني إيه رياضة يعني الرياضة دي بتنقسم لشكين فيه رياضي هو وفيه رياضة احتراف احتراف محترف يعني بقى محترف هو اللي هم الدكتور والدكتورة المستشار سبت المستشار والدكتورة بتكلمه دول بتوع اللي هم بتساحل وعاوزين عضلات وعاوزين يبقى لابس القميص وماشي بقى يعني شكله حلو دي قصة إنه هو بيروح الجيم الجيم يعني بيقابله بيقابله من لا زاوي خبرة من لا زاوي خبرة اللي هو ما عندوش يعني لإنه هو تسعين في المية من الجيمات دلوقتي بقيت هي مشروع يعني مشروع استثماري صحيح ما يعني ماشي إحنا كويس قوي إن إحنا عندنا الشباب لاجأوا للرياضة وكذا ده شيء جميل يعني بس نشتغله صح صح يعني نبقى عندنا الفكرة إن إحنا نشتغل صح اللي بيعمل مشروع جيم عايز اشتغل في يفتح جيم يبقى يجيب متخصص مدرب فاهم وعي ودارس يبقى عارف هو هيعمل إيه مع الولد لأن الولد اللي جاي له ده أو الشاب اللي جاي له وعايز يلعب برياضة ده هو جاي وميعرفش حاجة اللي بيستقبله المدرب المدرب لو ما فيش عنده الوعي وعنده الضمير أولا يبقى الولد ده وقع فريسا لكل حاجة بقى تتخيلها حضرتك صحيح ده الشك اللي هو بتاع اللي هو الهوا طبعا المحترفين ده قصة تانية بيبقى فيه إشرف طبي وفيه متابعة وفيه يعني بنشتغل بعلم شوي لأن أنا طبعا أنا رئيس لجمه في الاتحاد فبيبقى فيه علم وفيه الدولة كلها طبعا بتتابع معاك وبتشرف عليك وبتشوفك فدي قصة تانية أنا بتكلم يعني مشكلتنا الحالية اللي حصلة في مصر دلوقت هي مشكلة الجمات صحيح يعني أنا يجب يجب على كل مدرب أو كل واحد عايز يعمل مشروع جم يجيب متخصص يعني اعمل مشروعك ما فيش مشكلة لو أنت فاهم فيه اشتغل فيه صح لو أنت مش فاهم هات اللي فاهم صح يقف يدرب يستقبل الولد بطريقة أو بأسلوب جيد يوجهه صح يعني أنا مثلا أنا عندي مثل يعني أنا أنا ليه مثلا ابن أختي بلعب رفع سقال بقاله سنة سنة وشوي خاله أنا عايز مكملات وعروس كذا تقول لا أما تقوى أما تقوى ليه لأنه هي في مرحلة معينة في مرحلة معينة أنت مش هتبدأ النهاردة زي أنت لسه داخل تتمرن مش داخل زي اللي بقى له ثلاث خمس سنين اه لأ اتمرن يبدأ يبقى فيه شكل عضلي يبقى فيه قوة فيه نسبيا فيه كذا مستوى معين ويبدأ أخذ المكملات بالشكل العلمي ترجمة نانسي قنقر